بعد التكهنات التي أطلقت حول عملية النيجر كشف الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة عن تفاصيل الكمين الذي تعرضت له مفرزة تابعة للقوات الأمريكية في النيجر مع بداية الشهر الجاري دانفورد أوضح أن مفرزة الجنود رافقت وحدة تابعة لجيش النيجر في مهمة استطلاعية لجمع المعلومات صباح الثالث من أكتوبر 21 وتعرضت الدورية في اليوم التالي لإطلاق نار أثناء عودتها إلى القاعدة التي انطلقت منها ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر أمريكيين وكشف دانفورد أن العسكريين الأمريكيين موجودون في مناطق عدة من القارة الأفريقية منذ عام 1980 بعد أن أنشأ البنتاجون قيادة العمليات الخاصة سوكوم لتنفيذ هجوم عسكري بهدف إنقاذ الرهائن الأمريكيين المحتجزين في استفارة الأمريكية بتهران أما أبرز المناطق التي يكثر فيها الوجود الأمريكي في أفريقيا فهي نيامي وأغادير في النيجر وتشاد والسودان وأوغاندا وأثيوبيا وكينيا والصومان ورواندا والكونغو الديمقراطية وبذلك تكون القارة السمراء المنطقة الثانية بعد الشرق الأوسط التي يتم تعزيز القوات الأمريكية فيها بأعداد كبيرة من الجنود فمن أصل ثمانية آلاف جندي نشرتهم الولايات المتحدة خلال هذا العام أرسلت 1300 إلى أفريقيا و5000 إلى الشرق الأوسط إذن فقد تضاعف الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا ثلاث مرات خلال خمس سنوات فهو لم يكن يتجاوز 450 جنديا عام 2012 ومع أن الولايات المتحدة تؤكد رسميا أن مهام قوتها في الساحل مختصرة على الاستشارة والتكوين والدعم من أجل مساعدة شعوب القارة في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين إلا أن تطورات الميدانية الأخيرة تؤكد أن مهام هذه القوات قد تجاوز ذلك إلى ما هو أبعد شكرا